السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخوات الأفاضل وياكم حيثم النصراوي وما زلنا مستمرين في كشف خبايا الذكاء الاصطناعي واليوم عدنا موقع يقدم لك استشارة مجانية إلى أي أعراض أنت تعانيها لا سامح الله يعني أعراض صحية أوكي اسم هذا الموقع اسمه ميدي سيرج شلون توصل لهذا الموقع تروح إلى محرك البحث جوجل وتكتب ميدي سيرج أوكي وتروح على أول هايبر لينك رح يوديك إلى هذه الواجهة تقدر تستخدم الموقع بدون لوج إن يعني بدون إنشاء حساب أو تقدر تسوي حساب الحساب يكون بسيط جدا تجي هنا تسأل أي سؤال أنت ببالك على سبيل المثال لا سامح الله عندك فد مشكلة في الجهة اليمنى السفلة من بطنك وتريد تعرف شنو الأسباب شنو الأضرار وشنو راح ينصحك هذا الموقع بناء على مصادر موثوقة يعني أكو فد أجوبة لبعض الدكاترة راح يجيب لك إياها وينصحوك شنو تسوي خلينا نسأل هنا سؤال معين مثلا I have pain in the lower right side of my stomach ونضغط enter خلال عشرة ثواني راح يحلل لي السؤال ورح يضطيني الجواب راح تلاحظ هنا يقلك الوجع اللي يكون أسفل البطن بالجهة اليمنى قد يكون من عدة أسباب من ضمنها مثلا زائد الدودية أو مثلا حصوات الكلة وإلى آخره يقلك يقلك ومع ذلك it is important to note ومن المهم أن تلاحظ أنه maybe ماكو هناك يعني أدلة واضحة وكافية حتى تجاوب هذا السؤال بصورة يعني مضبوطة يقلك إذا البين قوي ومصاحب مثلا بأعراض مثلا الحمى تقير أو difficulty يعني صعوبة في التبول يقلك من الضروري أن تبحث شنو medical attention immediately أوكي يعني دي نصحك إذا أنت عندك هاي الأعراض يروح أنه ابحث عن استشارة طبية يعني روح عالج نفسك أوكي روح شوف طبيب يقلك a doctor can perform يعني يقلك الطبيب يقدر يؤدي بعض الشنو physical exam and order test يعني يسوي لك فحص مثلا يضغط على بطنك أو هيش شي وقد يطلب من عدك تسوي بعض الفحوصات مثل فحص الدم imaging يعني مثلا السونار وغيره حتى شنو يحدد لك الوجع وشنو المسبب إليه ويطيك العلاج المناسب هذا بناء على شنو هذا المصدر أوكي وعدك بعض الأجوب وهنان إذا تلاحظ بس تود المؤشر تسامنا ورح تلاحظ على اليمين يطيك الجواب تقدر تقرأه وعدك هذا جواب آخر وعدك هذا جواب آخر وهذا جواب آخر وهذا جواب آخر ماشي؟ هذا كل ما يخص موقعنا اليوم وأتمنى أنه ينال إعجابكم وأنا رح أترك لكم رابط الموقع أسفل الفيديو في صندوق الوصف وألا يتفيكم شر الأمراض إن شاء الله وأتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى وأنا أشكركم جزيلا الشكر إن شاء الله نلتقيكم ومواضيع أخرى مع السلامة